اشتركوا في القناة جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتمنية جلالته دوام التوفيق والنجاح لرئيس وعضاء ومنتسبي الغرفة مشيدا سموه بالدور المميز الذي تطلع به الغرفة في تنمية وتطوير القطاعين التجاري والصناعي بما يسب في دعم الاقتصاد الوطني بعدها استعرض سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة مع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خطط الهيئة العامة للرياضة حول تنفيذ البرامج التي تدعم صناعة الترفيه الرياضي والذي يسهم في تطوير البنية التحتية ويزيد من العوائد الاقتصادية بما ينعكس على الارتقاء بالمنظومة الرياضية حاثا سموه رئيس الغرفة على تنفيذ البرامج لتعزيز الاستثمار في الرياضة وتحفيز المستثمرين للمشاركة في المبادرات والفعاليات التي تعزز من السياحة الرياضية بالمملكة وقال سموه هدفنا تعزيز موقع مملكة البحرين كوجهة رئيسية لاستقطاب وإقامة الفعاليات الرياضية القرية والدولية التي تدعم التوجه نحو الاستثمار في الرياضة من خلال تنشيط الترفيه والسياحة الرياضية بما يحقق الأهداف والتطلعات نحو تحول الرياضة إلى صناعة واحتراف تخدم تحقيق المزيد من المنجزات الرياضية موجه سموه الهيئة العامة للرياضة للعمل مع ورفة تجارة وصناعة البحرين في رصد حجم تأثير القطاع الرياضي في الاقتصاد الوطني ورفع التقارير اللازمة والدورية عنها من جهته أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير عبدالله ناس عن اعتزازه البالق بالجهود المتميزة التي يبدلها سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة للنهوض بالقطاع الرياضي مؤكدا أن جهود سموه ستسهم في تحقيق نجاحات جديدة للرياضة في مملكة البحرين مؤكدا أن مملكة البحرين قد بدأت خطوات واضحة في مجال صناعة الترفيه الرياضي وهو ما منحها زخما إعلاميا وترويجيا كبيرا كوجهة مثالية لإقامة مختلف الفعاليات الرياضية مشيرا إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين ترحب بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة للعمل على تنفيذ كل ما من شأنه رفعة وازدهار الرياضة البحرينية ترجمة نانسي قنقر